هذا البرلمان لا يستطيع أن يتفق على رئيس برلمان منذ أشهر وبالأمس المحكمة الاتحادية أيضا أخرت الدعوة في أن تستجيب لها وردت الطعن في دعوة معينة وكان ذلك إلى 1 نيسان المقبل وهذا ما يعني أن ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر لا يستطيع البرلمان أن يحل مشكلة انتخاب رئيس فهذا معنى أن البرلمان غير متفق هناك مشاكل كبيرة بين الكتب السياسية الممثلة أستوقفك عند هذه النقطة دكتور هاني وعذرا على المقاطعة بحسب قانونيين أن القانون أو القانون الذي أطلقته المحكمة الاتحادية أخيرا قد المتعلق بما ذكرته الآن وهو إجلاء جلسة الطعن بجلسة اختيار رئيس وزراء نعم أجلتها إلى شهر نيسان المقبل هذا الموضوع قانونيا لا يلزم البرلمان بهذه المدة بأنه لا ربما يجب أن ينتظر إلى نيسان حتى يختار رئيس برلمان جديد دستوريا لا يوجد هكذا قانون حقيقة نعم دستوريا لا يوجد لكن هناك ارتباط أولا الجلسة الأولى التي جرى فيها الانتخاب كان السيد شعلال الكريم الفائز بأعلى الأصوات فيها الإشكالية التي قدمت للمحكمة الاتحادية تتعلق بدعوة ضد السيد شعلال الكريم باعتباره كان يمجد النظام السابق حقيقة هذه القضية ليست من اختصاص المحكمة الاتحادية هذه القضية من اختصاص هيئة المسائلة والعدالة الآن هيئة المسائلة والعدالة في إحراج كبير هي التي أجازت للسيد شعلال الكريم في ثلاث دورات أن يكون نائبا ولم تسجل أي ملاحظة عليه الآن رفعت هذه القضية أمام المحكمة الاتحادية هذا ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية ما دامت هيئة المسائلة والعدالة لم تثبت موقف ضد ترشيح السيد شعلال الكريم لثلاث دورات ومن ثم لرئاسة البرلمان إذن يا دكتور هاني أستدل من كلام حضرتك هذا بأن هناك خلاف سياسي حول شخصية معينة من المرشحين إلى رئاسة البرلمان العراقي على سبيل المثال هناك حديث يدور حول أن هناك خلاف داخل البيوتات السياسية كالبيت السني وخلاف في البيت الشيعي على سبيل المثال أيضا هناك انقسم بين الإطار التنسيقي على شخصية الكريم كمرشح عن تقدم بكل تأكيد وهذا ما توضح في الجلسة الأولى يعني دولة القانون كانت تأيد السيد محمود المشهداني وكانت تحاول أن تسوقه للإطار ولم يحصل على أصوات كبيرة الكتل السنية الأخرى المناهضة لحزب تقدم تقدمت بمرشح السيد هو سالم العيساوي ولكن لم يستطع أن يتغلب على السيد شعلان الكريم هذا ما يعني أن البرلمان العراقي كان منقسم الشيعة كانوا منقسمين السنة كانوا منقسمين وهذا ما يعني أيضا أن اختلاف الآراء في البرلمان معناها لا توجد رؤية موحدة كثير من الإطار التنسيقي صوتوا للسيد شعلان الكريم وآخرون لم يصوتوا كذلك بالنسبة للمكون السني صوتوا للسيد شعلان الكريم وقسم صوتوا للسيد سالم العيساوي حقيقة هذا المشهد الذي قدمه البرلمان للمواطن العراقي وأنا كمواطن العراقي أضعف مشهد البرلمان أبابي أن البرلمان لا يستطيع أن ينتخب حتى رئيس له وهو مختلف كيف لا يختلف على مصيري ومصير المواطنين الآخرين في قوانين مهمة وتشريعات مهمة ورقاب ضد الفساد الذي ينخر بالجسد العراقي هذا ما يعني أن البرلمان العراقي وللأسف لم يستطع أن يتقدم خطوة واحدة خلال الفترة الماضية حتى قبل ذلك كان منقسم البرلمان العراقي أزاء قوانين كثيرة وشاهدنا عندما دعي إلى جلسة بشأن قوات التحالف الدولي في العراق لم يحضر هذه الجلسة أكثر من 84 نائب وهذه قضية مهمة تخص سيادة ومستقبل العراق هذا ما يعني أن البرلمان العراقي وللأسف يذوي يوما بعد يوم ولا بد من أن تكون هناك رئاسة للبرلمان تعيد ترتيب هذا البيت التشريعي إضافة إلى إعادة زرع الثقة من المواطن العراقي في البرلمان العراقي الذي يشهد انقسامات حادة في أقل وأبسط قضية يشهد هذه الانقسامات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر